عيون صينية تسللت إلى عقر وزارة الدفاع البريطانية هذا ما يفهم من الإعلان الذي فاجأت به الحكومة اليوم عموم البريطانيين لندن تقول إن وزارة الدفاع تعرضت لهجوم إلكتروني استهدف نظام الرواتب لعناصر القوات المسلحة اختراق خطير تقول بشأنه وسائل الإعلام بريطانية إنه يحمل بصمات الصين وأن المتسللين تمكنوا من الوصول إلى البيانات بالأسماء والتفاصيل المصرفية لعناصر من القوات المسلحة هم في الخدمة وبعض قدام المحاربي اتهامات سرعت الصين إلى نفيها جملة وتفصيلا التعليقات الصادرة عن سياسيين بريطانيين معينين هي سخافة تامة الصين لطالما عارضت بشدة كل أنواع الهجمات الإلكترونية ولطالما أحبطتها كلها وفي باب التطمينات سارع مسؤولون في الحكومة إلى التأكيد على أن وزارة الدفاع تصرفت بسرعة كبيرة لإغلاق قاعدة البيانات التي استهدف الهجوم وأن قاعدة بيانات وزارة الدفاع لم تكن هي المستهدفة بل تلك التابعة لطرف ثالث لندن كانت حريصة أيضا على تفادي توتر جديد مع بيكين حيث سارع مسؤولوها إلى توضيح أن تحميل الصين مسؤولية ما وقع مجرد فرضية ستحسم فيها التحقيقات الجارية نازلة تذكر البريطانيين بأزمتين سابقتين مع الصين حين اتهمت لندن وبيكين بالوقوف وراء ما أسمته آنذاك بعملين إلكترونيين خبيثين عامي 2020 و2021 استهدف البرلمانيين الذين انتقيدون بيكين واللجنة الانتخابية حيث تمكن المتسللون من الوصول إلى بيانات 40 مليون ناخب بريطاني اشتركوا في القناة